اخبار سارة وبالجملة لمنتخبنا الوطني صدور قائمة اللاعبين للمعسكر المحلي في حلب والاتحاد السوري يرسل كتاب رسمي سأعرضه لكم في هذا الفيديو للاتحاد السويدي يطالب به باربع لاعبين سأقول اسمائهم في هذا الفيديو ايضا والامارات ترسل موافقتها لاستضافة ما تبقى من مباريات لمنتخبنا الوطني في التصفيات المواهلة لكأس العالم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم بشي اخباركم ان شاء الله تكونوا بألف خير وصحة معكم على قناة على وتيوب بقناة اي انزل محتوى رياض السوري اذا انت مهتم بهذا المحتوى لا تصغط لنا لايك الفيديو سبسكرايب القناة وخلونا نبلش بالفيديو اختار مدرب منتخبنا الوطني الاول تيتا فاليريو 36 لاعب للمشاركة بالمعسكر التدريبي في حلب وبدون ما اطول عليكم راح افصح عن اسماء ال36 لاعب خالد حج عثمان ابراهيم علمة شاهر الشاكر احمد مدنية عمرو الجنيات احمد الخصي احمد الصالح احمد حديد سعد احمد ياسر شاهين الليث علي عبد الرزاق محمد محمد صهيوني حمزة الكردي محمد الاتي كامل حميشة خليل ابراهيم تامر حاج محمد صبحي شوفان عبد القادر عدي خالد كوجلي محمد ريحانية احمد حاتم مؤنس ابو عمشة مصطفى شيخ يوسف نصوح نكدلي مصطفى جنيد فواز بوادقجي كامل كواية محمود الاسود علي بشماني عمار رمضان اضافة الى اربع محترفين من السويد وهم ماتياس بهنان ومارك جرجس والمار ابراهام وشيركو شهاب مثل ما قامت شوفون تيتا يصنع عمل جبار ويحاكم ما فعله مدرب منتخب الجزائر جمال بالماضي باستدعائه لكوكب من الشباب بالاضافة للاعبين قد غابوا طويلا عن المنتخب مثل احمد الصالح وافضل ما فعله تيتا ولم يستطيع فعله جميع المدربين الذي مروا على تدريب منتخبنا السوري هو استدعاء اللاعبين المحترفين او استدعاء الكم الهائل من اللاعبين المغتربين المحترفين في الدوريات الاوروبية وفي الدوريات الامريكية نروح للخبر الثاني وكما ترون ورقة رسمية مصدرها الاتحاد السوري ومتلقيها الجانب السويدي ويطالب الاتحاد السوري للكرة القدم فيها عن اللاعبين الاربع الذين اختارهم تيتا لمعسكر حلب والذين يلعبون في الدور السويدي وهم ماتياس بهنان وإلمار أبراهام ومارك جيرجس وشير كوشهاب حيث قال تيت عن استدعاء هؤلاء اللاعبين الأربع أنا أهدف لصنع منتخب متكامل من الشباب والمحترفين المغتربين ولاعبي الخبرة لاكتمال منظومة منتخب سوريا ولتكون جاهزة لمواجهة أي منتخب أما الخبر الثالث عسري عملي الأخير الإمارات توافق على استضافة ما تبقى من مباريات في التصفيات المؤهلة لكأس العالم إذن ستلعب المباراة التي يجب أن تكون على أرضنا في الإمارات إن شاء الله هذه كانت الأخبار السارة والجميلة والقادم أفضل للكرة السورية إن شاء الله مع تيتها وهذا كان فيديو اليوم أتمنى تكونوا انبسطتوا أشوفكم عن قريب السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته